إيه هي العاديات؟ العاديات هي قال فيها معظم فيها تفسير إنما التفسير الأولى والأضاق إن هي الخيول والعاديات الضباحة اللي هي الخيول اللي بتجري ومن شدة الجري فنفسها طالع تمام؟ دي النفس فين جوه إنما مش صوت الخيول لإنه صوت الخيول صهيل إنما هي الضباحة هنا النفس بتاع الخي النفسي كأنه من شدة الجري عمل النفس سخونة في النفس جوه والعاديات ضباحة فالموريات قدحة كأن هي وهي بتجري كده فرجليها لما بتصطدم بالحجارة في الأرض بتطلع نار يا سبحان الله دي فالموريات قدحة يبقى تنفس كبير جداً وسخونة في السدر وسخونة في الأرض في رجليها وهي بتضرب برجليها الحجارة فالحجارة بتطلع نار والعاديات ضباحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحاً كمان المغيرات لإنه هو معظم الحرب أو الغزو مزاي دلوقتي بالليه يعني يجوا على الناس بالليل ودين نقطة حسابهم جميعاً وقلبهم شتى إنما الغزو عمواً بيبقى بالنهار في الصبح أيه تمام فالمغيرات صبحاً كم فيه أصلاً قواعد للحرب وأنه ممكن توقف ونشوفها حتى الحد دلوقتي في أفلام الأجنبية لما بيجيبوا حروب قديمة ويجيبوا أنه ممكن يوقفوا خلاص ممكن يستيعي يوقف الحرب دا لو هي حرب لأن دي لو هي حرب فلازم يكون لكن دي إبادة فالمغيرات صبحاً يعني دا هي كمان الخيول في المعركة والصبح وشايف عدوها وهي عرفة فهي رايحة تعمل إيه فآثرنا به نقعة والطراب والغبار طالع فخيول بتجري عاديات ومن قطر الجاري فنفسة مخنوق للضبح اللي هي فيه فالموريات قدحة ومن شدة الجاري والسرعة فرجلها لما بتصطدم بالحجرة بتطلع نار فأنت تخيلي أي استضامة اللي تخلي رجلها تطلع نار كمان الحجرة دي تطلع نار فالمغيرات صبحا دا كمان شايف عدوها ومن قطر الجاري دا الغبار طالع عليها فالمغيرات صبحا فأصارنا به نقعة اللي هو الطراب والغبار اللي طالع في المعركة فوسطنا به جامعة دا في وسط الجامعة بتاع المعركة كل دا وهي من اللي بيأمرها ربنا صحيحة لا الفارس بتاعها الفارس اه تمام فهي بتعمل كل دا إرضاءا لربها اللي هو ايه مش ربنا عز وجل او الفارس بتاعها او صاحبها لاخرتها يبقى ايه يعني ان هو يأكلها ويشرر صحي كده فهي بتعمل كل دا وبتبزل نفسها ودخل الحرب وعارفة ان هي ممكن تموت وعارفة ان هي لازم تغزوا وعارفة ان هي كذا وفي وسط المعركة دي كلها ونفس طالعه ونار في صدرها ونار في الارض لكنها بتعمل برضو بتعمل اللي هي اللي عليها وزيادة كمان تمام كده انما احنا كل النعم دي وربنا اقول لك ايه ان الانسان لربه لكنود لكنود ممش مطالب حالة فكرة بحاجة لكنود يعني لجحود جاحت بنعم ربنا عز وجل جاحت بفضل ربنا عز وجل يا ايها الانسان يعني هنا مقرنة يعني هنا مقرنة ايه ايوة يعني دول الخيل دي بتعمل اللي بتعمله دا عشان خطر ايه صاحبها وصاحبها في الاخر هيديها ايه مية وعلم صحي كده في حاجة اكتر من كده نعم احنا بقى كم من النعم ربنا مدهنة كتير ربنا عز وجل كم دا الكون كله مسخل لبني ادم الكون كله مسخل للانسان انت بقى عملت ايه ماشي ان الانسان لربه لكنوده لكنوده مع ذلك انت بتجحت كل النعم دي ياريتنا حتى بنشكر ربنا عز وجل على نعمه ان الانسان لربه لكنود ربنا عز وجل يا ايه الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء اركبك يعني بتجحت على ايه ايه فين نقران النعمة لده كله ربنا عز وجل يعني بيقول لك وما خلقت الجن والانسة الا يعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون انما الاول والاخر انت تشكر ربنا عز وجل على نعمته تمام وانه على ذلك لشهيد الانسان عارف وشاهد على كل نعمة ربنا عز وجل وكمان لا ده كمان عايز يستزيد وانه لحب الخير لشديد عايز اكتر لو تي ابن ادم وادي من دهب وادي اين من دهب لا ايه لا بتقع عايز التالت يعني انما احنا بقول لك وانه لحب الخير لشديد هو عايز ايه هو حابب المال تمام ويحب وتحبون المال حبا جمه هو لا تفسيرها في اية تانية مش كامل لا لا يعني من قدر حبهم يعني يعني وليحب وانه لحب الخير لشديد لزدياد في الخير في صورة تانية ويحبون المال وتحبون المال حبا ايه جمه تحب المال احب عليكم كل شيء تمام طب في الاخر انت فين في الاخر يبقى انا عنده الصورة متقسمة لتلاتة القسم ده وهنا الانسان ونعم ربنا عليه والموعزة اللي جاينا في الاخر هفلا يعلمه اذا ابو عثرة ما في القبور يعني هتاخد ايه معك ولا حي يعني هتعمل اذا ابو عثرة يعني بص حضرتك اللفذ احنا في الاخر هنبقى حاجة طلع من القبر متبعتر اذا ابو عثرة يعني انت اللي جمعته واللي لميته انت ما انتش واخده ده انت اللي هتتبعتر وحصلا ما في الصدور ايه بقى من الحقد والغل كل حاجة موجود وكذا كل الدنيا دي وحصلا ما في الصدور ان ربهم بهم يوم اذي اللي خال ربنا عز وجل يعلم نواي الانسان وخفيا